التوثيق الفاتحة تتوخذ تتوخذها تتوخذها تتوخذ العقب تتوخذ ولكن ما يتوخذ التوثيق تتوخذ البلد لا تتوخذ في حالة الزرنة لا تتوخذ تتوخذ المنطقة تتوخذ 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 لكن هناك شيء تتوخذ ويصدخ أعقد سنوات ويقال عقد زواج مغفل يعني لم يوثق التوثيق تتوخذ 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 ويقال هل أكثر نعم ماهو تتوخذ 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 ويقال كما أنه يسوي أنه يسوي أن يكون للأوقد من أن يكون للأوقد من الأوقد سنوات سنوات أو يمكن أن يكون الوصف المصدر تأتي بشهود الفاتحة يحدث في اسم القاضي حينما يكون حضر الفاتحة في عام 1960-1977 يقدر فيه بعد القاضي أدف كل أمر بتوثيق عقد الزواج بتسجيله بأثر رجعي يعود إلى التاريخ الحقيقي للزواج